موسيقى إن شاء الله لباس إن شاء الله لباس الحمد لله غصر وتعديت بالنسبة للخدمات اللي هنا في المستشفى الميداني يا ضايا جنة جنة كبيرة يسر من جميعي ما من كل شيء موسيقى إن شاء الله لباس تحسن نمورها شوية؟ الحمد لله تحسنت جدا ببارشا والحمد لله تحسنت بالكداء على طعم مستقرة الحمد لله كيف تحسنت؟ هل تتمروح علىها؟ أه تحسنت جدا ومعيات هل تتمروح علىها شوية؟ توقف معها؟ يعني الدعم المعنوي يجب أن تتوقف معها؟ أكيد توقف معها الحمد لله أعطيتنا؟ نعم نعم نحمد الله ربي ونحمد الله الطبيب الحمد الله يا رب لا يهن بيهم برشا الحمد لله أعطيكم الصحة الحمد لله لباسد صحة لباسد الحمد لله حظركم اللطفة ربي إن شاء الله إن شاء الله نحن نعمل العلينا والبقى على ربي أخبرنا كيفية خدمتكم في الكوفيد صعيبة أمور نفسية لكن أنتم مقصام بي أمور نفسية أمور نفسية هل أننا متعدلون أما نحن نفسية ما تعلمني؟ هل كانت على طريق أكسجين وقصة 95 تمكنك أن تحصل إلى 5 سعين سيتم تحصل إلى 5 سعين لم يكن لديهم في اليسد والذيكان وأعتقد أنهم ستكون جدا مقرد وإلا ستكون لديهم آخر ومعان الجائح بتحرك والدوائي وستحركوا حيث لم تكن سعين ستكون 60 أو 70 فرش حتى الدواء الانتقالية والتبرش في النهار العبد لا تعرفوش رون عنا شارج متى 150 مليون دواءية وكسيجيل هذا كاللوان كل ما نعاونه كل ما العبد زادت عاون بخلاف وزارة الصحة حتى العبد عندها مسؤولية وعنا برشة ماشاء الله عبد عاونت من البره وبعثوا بإذن الله فروان نتعدى وهم فوتوها ان شاء الله هاي ان شاء الله مواصلين للاخر وان شاء الله معناها تتحسن الامور وكهو معناها ان شاء الله من فضل ربي زادة معناها وكهو نتمنيه شفايل الناس الكل وان شاء الله معناها سنية كل شيء معناها مريق ان شاء الله بخضرة الله هذيك اش نتمنيه احنا بذنه هاي سي فوزي دويبي ناظر عام مستشفى الميداني اليوم سبت تم احديث على بداية انتراج ويعني انخفاض تدفق المصابين على المستشفى الميداني وخروج ناس متعافين ان شاء الله ربيش في الجميع اليوم خرجنا 15 مريض في حالة معانتها معافين ان شاء الله بحول الله خرجنا عاشرة بالمكينات اكسجين وخمسة مغير اول ويكاند نعديوها نحن متفاضين شوية اربعين مريض وفرحانين معانتها اللي وصلنا نحن عانا اربعين مريض ومعان نشعوا نكمبرمون ويكانده ذي وان شاء الله يدوم عنا سقة ذي وان شاء الله العباد تعمل الفاكسين وتعمل الحجر الصحي وتعمل كل البروتوكولات متاع الوقاية خلينا نتعدىوا الازمة ذي بسلام رانا تعبنا رأي المردم سيكنات ورب يفرج علينا ورب يعاوننا ورب يكون في العوم يعني بداية الانفراجة تدعونا النسي الكل باش نواصلوا في الحجر الصحي ونواصلوا في بروتكسيون نواصلوا في الكمامات نواصلوا في الجيل نواصلوا في التباعد للجسد نواصلوا في نبهدوا على الاختلاط معانتها الماكسيموم نحاولوا نهربوا من الشيء ذي رأيوا شيء قاتل برشرة رأي الفيروس هذه ما فهمنا هي شيء نعاونوا بعضنا ونتعاونوا وخلنا نخرجهم الأزمة بأقل أضرار يعني المصابين خرجوا الحمد لله اضم الصباح كانوا معبين خرجوا اليوم بحول اللير معانتها خرجوا لابس فيهم شيء بالإكستركتور دو أكسيجين دو سانك ليتر وفيهم شيء خرجوا أليرهم بيومة معانتها لابس تنفس معانتها طبيعي تمي ذولي حتى نزيلوا خرجنا خرجنا في الحدود 15 وان شاء الله تخف علينا وان شاء الله ربي معانا وان شاء الله ربي معانا امين اليوم السابت ان شاء الله ليلة هادئة في المستشفى الميداني ثم خروج عدد كبير من المصابين المقيمين خروجهم متعفين خف الضغط على المستشفى الميداني ومستشفى الميداني العسكري ان شاء الله الوضع يتحسن وينفرج هذا يدعونا مواصلة الحجر الصحي الشامل والالتزام بالحجر الصحي والالتزام بالبرتوكول الصحي باش نوصلوا نعايدوا ونحن مرتاحين بأخف أذرار منتصرون ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة